جيبت اللي قلت لك عليه؟ جيبت أنت الفلوس؟ أه جيبتها إيه أنا جيبت اللي أنت قلت لي عليه؟ إيه يعني؟ ماشي ما تخافش يا ستاة إيه ده خد ده إيه ده؟ ده مادة مظلمة صنف جديد اسمه جدت كحالها عامتها ليه كده؟ عشان بيخليك لابو أغزة ما تشوفش حاجة خالص 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 مالص عارف المادة دي؟ أه شايلة مسي مستر اللي فات ها 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 أهم حاجة الصنف ده مظلم ولا روح ملايوش مظلم لا أتحك عليك أنا أنا أتحك عليك ده أنا بتشوك فيي ولا إيه؟ لا دخلوا في جيبي خلاص وما تاخدوش بتشوك فيي ليه؟ هيا ستاة هتاخدها ولا إيه؟ كابسة كابسة ارمي المادة ارمي المادة أعزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح المظلم عزيز المشاهد أهلا بك في بحر الزمات في حلقة سابقة اتكلمنا فيها عن الكون وحاولنا نستكشف إيه هي المادة اللي بتعمل الكون بتاعنا دخلنا باختصار في التطور الزمني اللي فهمنا لهذه المادة من أول فلسفة اليونان اللي تكلموا عن المادة بشكل فلسفي وإنها ممكن تتقسم إلى ما لا نهاية ومروراً بعد كده بالتجارب اللي اتعملت اللي قدت لإننا نلاقي العناصر الكيميائية زي الأكسجين والدهب والكربون اللي لقينا إنهم فعلاً عناصر أساسية ماينفعش يتحللوا لعناصر أبسط وبعد كده تجربة راتر فورد اللي من خلالها لقينا إن العناصر دي كلها الأكسجين والكربون والهيدروجين معمولة من ذرات آتومز نواة في النص معمولة من بروتونز ونيوترونز وبيلف حواليها جزء اسمه إلكترون ومع تطور الأكهزة اللي بنستخدمها لدراسة المادة لقينا إن كمان نواة الزرة لها بروتونز ونيوترونز ممكن تتقسم لجزائقات أصغر الكواركس اللي بيكونوا المادة الأساسية لأي نواة إنت متخيل؟ المادة اللي إحنا معمولين منها والأرض والشمس والكواكب والنجوم والمجرات كل دول عشان يتعملوا محتاجين ثلاث جزيئات بس الإلكترون والأب كوارك والداون كوارك ثلاث جزيئات بس دول اللي بيعملوا الزرة اللي بتعمل عناصر الكيميائية المختلفة اللي بتعملك وبتعمل الكوكب وبتعمل النجوم وبتعمل المجرات التلاتة دول يعملوا كل مادة موجودة اكتشفنا بعد كده إن هناك 13 جزيئ تانين وعملونا ما يسمى بالستاندرد موديل اكتشفنا بعد كده إن كل هذا كل هذا يمثلوا أقل من 5% من الكون كله بس وسط ما إحنا بنحاول نفكر فيه هذه الأسئلة وندرس الجزيئات الجديدة الغمضة دي نكتشف إن المادة اللي إحنا فاكرين إنها بتعمل الكون بتاعنا كله التلاتة جزيئات دول والبقية اللي في الستاندرد موديل كل ده اللي بيعملوا النجوم والمجرات بيمثلوا كم في المية من الكون 5% 5% بس إنت متخيل الرقم 5% 95% من الكون مكون من حاجتين تانين إحنا ما نعرفش عنهم أي حاجة 95% من تكوين هذا الكون مجهول بالنسبة لنا 95% دول على حسب ما نعرف بيتكونوا من حاجتين بس 27% دارك ماتر مادة مظلمة و 68% دارك انرجي طاقة مظلمة ثانية واحدة كده مادة مظلمة وطاقة مظلمة وما نعرفش عنهم حاجة والجزيئات اللي موجودة غير الثلاثة ما نعرفش هما موجودين ليه كلهم هما لحنا فاهمين ايه جايبين الثقة دي كلها منين ورايح الفضاء وراجع من الفضاء واحنا ما نعرفش حاجة عن 95% من الكون بتاعنا ينهرب يده دا احنا كده غلبنا لفشلة 95% وتبنيلي اللارج هادرون كولايدر اللي متكلف مليارات الدولارات وانت مش فاهم حاجة ومش عارف حاجة يا بتاع الخامسة في المية وكل شوية روح هناك اليوم عاملين سيانة اخص كل شوية سيانات يعودلك بالكام سنة سيانة ما نعرفنا ليه ما نعرفش حاجة عن 95% لان مجتمع الفيزياء بيتدلع خمسة في المية دول ما يدخلوكش معهد فني سراير عزيزي ما تقصوش على العلماء أرجوك أم لانا هنا موجود ليه؟ هنتكلم على كل حاجة ما تقلقش لكن النهاردة هنتكلم شوية عن المادة المظلمة بس ايه هي المادة المظلمة دي؟ اول واحد طرح موضوع المادة المظلمة دي كان عالم الفلك الهولندي جاكوبوس كابتيان سنة 1922 جاكوبوس كان بيدرس نوع معين من المجرات في الفضاء معروفة بالسپنينججالكسيز او المجرات اللي بتلف حوالين نفسها المجرات دي بتكون مكونة من مليارات النجوم النجوم زي الشمس بتاعتنا بس كلهم بيلفوا حوالين بعض فيعملوا الشكل اللي حضرتك شايفوا ده المهم؟ جاكوبوس لأ ان السرعة اللي المجرة بتلف بيها حوالين نفسها مش متوافقة مع عدد النجوم اللي جوه المجرة ازاي؟ هقولك لما جي جاكوبوس يعيد النجوم اللي في المجرات دي عشان يحسب من العدد ده المفروض المجرة تلف بسرعة قد ايه؟ لا! إنه في الحقيقة المجرات دي بتلف بسرعات أكبر بكتير من اللي هو حاسبها يا حم جاكوبوس ركز وحسب كويس قاعد جاكوبوس يعيد في الحسابات مرة واثنين وثلاثة وعلى أكتر من مجرة يطلع له نفس النتيجة بيحسب دايماً سرعة أقل بكتير جداً من اللي المجرة بتلف بيها قال له طب ما ينكم جاكوبوس خلطان أحب أقول لك عزيزي المشاهد لو كانت على كده كنا فكسنا له ولكن علماء تانيين ابتدوا يشوفوا نفس هذه الظاهرة مش لوحده واحد زي فريد زويكي عالم الفضاء السويسري عمل نفس هذه الحسابات سنة 1933 على نفس المجرات دي ومجرات تانية وطلع له نفس النتيجة نيجي نحسب السرعة اللي المفروض المجرات تلف بيها بنلاقيها أقل جداً من السرعة اللي فعلاً هذه المجرات بتلف بيها طب قال له هو إيه المشكلة؟ ليه بيحصل كده؟ ليه فيه فرق ما بين اللي بنقسه واللي بنشوفه عزيزي المشاهد أحب بيقولك إن الكلام ده خطير جداً المفروض لو المجرات بتلف بالسرعات دي اللي إحنا بنقسها النجوم اللي جوه المجرات دي تطير تطير بره المجرات عارف زي إيه؟ زي مثلاً لو جبت الكوار بينجي بونجي كتير على لعبة الماري جو راوند اللي بتلف دي لما اللعبة تبدأ تلف بسرعة الكوار هتبدأ تطير يمين وشمال بره اللعبة وهو ده اللي المفروض يحصل لو كنا في هذه المجرات لو المجرة بتلف بهذه السرعة العجيبة هتلاقي النجوم طارت برا المجرة بسبب سرعة دوران المجرة الكبيرة جداً قال لا أمان إزاي؟ فيه نجوم في المجرات لسه؟ ليه النجوم ما طارتش من مكانها برا المجرات وهي بتلف بهذه السرعة العجيبة؟ هو ده السؤال اللي كان محير جاكوبس واللي خلاي يقول إن ده مش ممكن يحصل إلا لو كان فيه قوة غريبة موجودة في المجرة بتجذب النجوم دي لجوه وبشكل أو بأخر مخلية النجوم دي تتماسك مع بعض وبتمنعهم يطيروا برا المجرة حتى لو كانت المجرة بتلف بهذه السرعة الفضيعة إيه واحد يقول لي طب إحنا عارفين إن قوة الجاذبية اللي بتشد دي عادةً بتيهي من حاجة لها ماس كتلة الشمس مثلاً عندها كتلة كبيرة فبتقدر تعمل قوة جاذبة على الأرض وعلى بقية الكواكب تسبتهم في المدارات بتاعتهم وتمنعهم إن هم يطيروا برا الفضاء طب نرجع على سؤالنا إيه اللي بيسبت النجوم اللي موجودة في المجرة اللي بتلف بسرعة دي قال لك يبقى ده نوع مادة جديد اسمه الدارك ماتر أو المادة المظلمة مغرق المجرة دي بيأثر على النجوم كلها بسبب الجاذبية بتاعته ما بنشوفوش عشان كده اسمها المادة المظلمة ولكنها لازم تبقى موجودة لو حضرتك مستغرب من هذا الكلام أحب أقولك المجتمع العلمي كان متشكك زيك بالظبط قال له يالسلم يعني إحنا عشان مش عارفين إيه اللي ماسك النجوم دي في هذه المجرة اللي بتلف بسرعة خلاص نقوم مخترعين مادة كده؟ أجيدي يا جدعان دي مغاررة بعيدة احنا ممكن نكون غلطانين في الحسابات ولا حاجة المهم على بالما الجماعة صبطوا التليسكوبات بتاعتهم وفكروا شوية في الموضوع ورجعوا حساباتهم لقينا ظاهرة تانية غريبة خلتنا نعيد النظر في موضوع الدارك ماتر ده وهي محروفة بالجرافتيشنل لانسنج أو المفعول العدسي التفاقلي قال له إيه هذا الموضوع؟ إيه إحنا كل شوية نشغلش في عوارات؟ هقولك هقولك دلوقت زي ما إحنا عارفين قوة الجاذبية بتاعت أي جسم له كتلة أو مص زي الأرض مثلاً بتقدر أنها تأثر على جسم تاني وتجذبه ناحيته زينا مثلاً الجاذبية بتاعت الأرض بتأثر علينا وبتشدنا ناحيتها عشان كده لما بنط من على الأرض ما بنفضلش تعيرين في الحواء لأن فيه قوة جاذبية على الأرض بشكلها وبآخر بتشدني لتحت كل ده كلام جميل لحد ما اكتشفنا إن الجاذبية مش بس بتأثر على أجسام لها كتلة ده ممكن كمان تأثر على أشعة الضوء يعني لو فيه جسم كبير وكتلته كبيرة فبالتالي قوة الجاذبية بتاعته كبيرة وجي شعاع ضوء أما عدي جنب الجسم ده بنلاحظ إن شعاع ضوء بيتأثر بالجاذبية بتاعت الجسم ده ويحس بتأثير الجاذبية اللي بتشده ناحيته فنلاقيه بيمشي في خط معوج بدل ما يمشي في خط مستقيم لحد ما يهرب من تأثير الجاذبية بتاع هذا الجسم قال لا إيه علاقة ده بقى بالدرك ماتر هقولك لما بنيجي تبص على بعض المجرات البعيدة قوي من خلال التليسكوبات بنلاقي ظاهرة عجيبة جداً المجرات دي بنلاقيها بتطلع في السماء في مكانين في نفس الوقت قال لا إزاي نفس المجرة تبقى في مكانين في نفس الوقت يعني لما اجي بص على المجرات دي بشوفها هنا ولما بص هنا قال هي هناك برضو هي هي نفس المجرة مش مجرة شبهها بلاقي نفس المجرة موجودة في مكانين في السماء أشوفها هنا واشوفها هنا في نفس الوقت ألا إزاي؟ يعني هي حاجة موجودة في مكانين في السماء في نفس الوقت؟ بص الحقيقة إن المجراد بتبقى فعلياً موجودة في مكان واحد بس إحنا اللي بنشوفها في مكانين في نفس الوقت بسبب ظاهرة الجرافيتاشنال لانسنج اللي كلمتك عنها الفكرة إن أشعة الضوء وهي جاية من النجوم دي وفي طريقها لنا بتعدي على حاجة ليها جاذبية بتعوج أشعة الضوء دي ومبتخلهاش تمشي في خط مستقيم بتتعوج وبتغير اتجاهها زي ما شرحنا فبنحس إن الأشعة اللي جاية من فوق جاية من ناحية دي والأشعة اللي معوجة من تحت جاية من ناحية دي فبكده يبقى عندنا أشعة ضوء لنفس النجوم بس عشان هي تعوجت من جاذبية هذا الجسم بنشوفها على إنها جاية من مكانين مختلفين في السماء بس هي في الحقيقة في مكان واحد طب الحمد لله قدينة عرفنا ليه بنشوف النجوم دي في مكانين في السماء نشوف بقى إيه اللي بيعوج هذه الأشعة أكيد ده نجم ضخمه وكبير جاذبيته قادرة تعمل كل ده أو كوكب ضخم أو مجرة ضخمة أكيد حاجة كبيرة جداً الحقيقة إن إحنا أعطنا ندور على هذا الجسم اللي بيعمل هذا التأثير ومش لقين حاجة مفيش حاجة شايفينها بيننا وبين المجرات دي ممكن تعمل التأثير ده استنى كده استنى كده الدارك ماتر اللي جاكوبس والسويكي اتكلموا عنها قالوا إن دي حاجات بيبقى ليها كتلة وليها قوة جاذبية ولكن ما نقدرش نشوفها عشان كده سمناها مظلمة أيها أقل أيها الله ينور عليك هو ده أنت ما قلتش حاجة ولكن هحقيك برضه التفسير الوحيد اللي ممكن يخلي أشعة الضوء تتعوج وهي جايلنا بالنجوم دي هو إنها تعدي على حاجة لها كتلة وقوة جاذبية موجودة بيننا وبين النجوم دي بس ما بنشوفهاش اللي هي إيه؟ الدارك ماتر المادة المظلمة إيه ده؟ يعني الموضوع طالح بيجدوا قالوا إيه؟ أيها عزيزي المشاهد شكل كده فيه مادة مظلمة وده كمان مش كل الحكاية سنة 2004 ياخد تليسكوب تشاندرا التابع لوكالة ناسا صغر عظيمة جداً لما يسمى بالبوليت كلاستر أو تجمع الطلقة وده عبارة عن تجمع لآلاف المجرات اللي اتخبط في بعض على بعد تقريباً أربع سنين ضوئية مننا اللي حصل إن بعد ما هذه المجرات العملاقة خبطت في بعض لإنها ظاهرة غريبة بتحصل في المكان اللي كان فيه الاستضام الكوليجين سايت النور اللي جاي من المجرات اللي وراء دي قبل ما الاصطدام ده يحصل كان عادي شايفين كل حاج كويس؟ أهو في مجرات عارفين عنها من نور جاي بخط مستقيم ووصل لنا جميل وزي الفل ما فيوش مشاكل بعد ما حصل الاصطدام ده المجرات دي قامت دخلها في بعض كده لما جينا نبص عن نور اللي جاي من المجرات اللي وراء دي بعد ما عدا في المكان اللي حصل فيه الاستضام ووصل لنا بنلاقي هذا النور مشوه أو distorted لا يعني ايه مشوه؟ هوريك النور هو بيعدي من المنطقة اللي حصل فيها الاستضام بيتأثر بالجاذبية بتاعت حاجة موجودة هناك اللي هو الـ فبيتعوج ويعمل لنا كذا صورة للمجرات زي ما حضرتك شايف فبيظهر لنا هذا الشكل غريب مجرات ماشية ثابتة جميلة لطيفة فجأة بقى فيه ثلاثة فجأة المجرات بقت موجودة في حتة تانية خالص فيديو مو بوهر جدا ده اللي شوفناه في ستيريسكوب تشاندر 2004 حاجة مبارقة عظيمة لما بنجي نبص في الحتة اللي حصل فيها الاستضام دي ونشوف هل يا ترى في حاجة هنا هي اللي بتعمل الجاذبية اللي بتأثر على الضوء بالشكل ده في المنطقة دي مش هنلاقي حاجة أو بمعنى أصح مش هنشوف حاجة زي ما حضرتك ممكن تكون متوقع الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون بتعمل التأثير ده من غير ما تتشاف هي الدارك ماتر المجرات اللي بتعمل للاصطدام ده فيها دارك ماتر اللي اتكلمنا عنه اللي بيمسك النجوم جوه المجرات تخش المجرات هنا والمجرات هنا يخشوا في بعض بس يتبقى لنا في النص سحابة دارك ماتر عشان كده النور اللي جاي من المجر اللي ورا وهو معدي في سحابة دارك ماتر دي بيتأثر بالجاذبية بتاعة السحابة دي اللي هي معمولة من دارك ماتر فيحصل له تشوه وينحرف ويعمل كذا صورة للمجرات دي زي ما شفنا حاجة غريبة وشيقة جدا تخيل انت تبقى شايف واحد بيمشي كده وفجأة يبقى في ثلاث أماكن وفجأة يرجع في مكان تاني مختلف كان منظر عظيم المنظر اللي شفناه في 2004 كان منظر شيق جدا شيق جدا تخيل تبقى بتشوف حاجة كده أول مرة مش فاهم ده إيه اللي حصل فتلاقي مكان فجأة حاجة بيتموجودة في ثلاث أماكن فجأة تحولت في مكان داني خلينا نرجع لورا كده ونبص اللي احنا فهمناه على الدارك ماتر الدارك ماتر موجودة في كل المجرات في كل حتة في الكون ليهماس أو كتلة وبتأثر على حاجات زي المجرات والضوء بالجاذبية بتاعتها بس احنا ما بنشوفهاش لأنها ما بتطلعش ضوء والدارك ماتر تقريبا كده ما بتحسش بالدارك ماتر اللي زيها بس هي موجودة واحنا دلوقتي متأكدين إنها موجودة وعارفين في منها قد إيه تقريبا في الكون كله بس ما نعرفش هي إيه ولا معمولة من إيه طب إيه؟ هنوصل للدارك ماتر دي إزاي؟ سنة 1995 اقترح بعض العلماء إن الدارك ماتر دي ممكن تكون معمولة من جذيء سموه الويكلي انتراكتنج ماسيف بارتيكل أو نقدر نختصره بالويمب وليس البيمب بتاعت وبالمناسبة ويمب في اللغة الإنجليزية يعني هفق مع إنه مش هفق يمثل 27% من الكون وقالوا إن الجذيء ده ما بيتفاعلش مع الضوء ولا أي قوة تانية غير الجاذبية واللي بيتفاعل معها بس بدرجة ضعيفة جداً جداً يا فرعتي أما اللي هشوفه إزاي لو ما بيتفاعلش مع الضوء ولا بيتطلع نور ولا بيعمل أي حاجة أما اللي هعرف إنه موجود منين اقترح بعض العلماء التانيين إننا ممكن نوصل للدارك ماتر من خلال الأكسليريتورز أو مصادم الجذيئات زي الفجنيف اللي بيخبط جذيئات المادة زي البروتونز في بعض ويحول كتلتها لطاقة والطاقة دي ترجع تتحول لمادة وتخلق جذيئات جديدة ومين عارف ما يمكن في مرة من المرات هذه الطاقة تتحول لومب ونلاقيها المهم عزيزي المشاهد إن الأبحاث لازالت شغالة على هذا الموضوع وبقوة لأن موضوع الدارك ماتر ده قد يكون مهم وخطير لأنها موجودة حوالينا في كل مكان وإحنا مش شايفينها بتتفاعل مع المجرة بتاعتنا ومسكاها في مكانها ومفيش أي نموذج رياضي أو فيزيائي بيتنبأ بوجودها وده كلام خطير جدا لأنه ممكن يوصلنا في الآخر إن الفيزياء بتاعتنا محتاجة عجلات محتاجة إعادة نظر ولكن على الجانب الآخر تخيل البوتنشيل الضخم في حاجة زي دي لو قدرنا نوصلها ونفهمها أكتر تخيل لو قدرنا نفهمها وطلع إننا ممكن نستخدمها وننتج بها طاقة مثلا ونحل مشكلة الطاقة العالمية أو نستخدمها عشان نأثر بها على المادة بتاعتنا ونعمل تكنولوجيا جديدة وعظيمة الدارك ماتر فعلا ما حدش يعرف عنه حاجة ما نعرفش عنه غير حاجات بسيطة جدا كمية الاحتمالات لحاجة مجهولة زي دي كبيرة جدا عشان كده it actually matters but you know what really matters more شوف الحالات اللي فاتت شوف الحالات الجديدة تنزد بص على المصادر ولو إحنا على يوتيوب نشتركها القناة if that matters then dark matter should matter والسؤال الحياة اللي حب أتركك بيه هل ممكن واحد يشيل المادة المظلمة؟ هاهاهاهاها